ومن قال لك أزمتنا يعني بغاضي مصري ولا غاضي قويتي من قال لك أزمت ما هذا اللي حولهم الحين للنيابة قضاء مصريين ولا قويتيين مو أزمتنا تشدي ترى خلال الفهم هذا عندنا هو الوافد هذا يجي يلقى بيئة فاسد يصير فاسد يلقى بيئة نظيف يصير نظيف طبيعي حقا شخصا على الوافدين والتقويت وكاشقلي بالمسمى تقويت ما اللي قاعد يبقون الميزانيات يبقون السريقات واللصانة ديقة ما قاعد يبقنا ما قويتيين مثلنا هل هي علاقات عندك أزمة بالنظم بالشفافية بتوزيع الجلسات باختيار وكيل النيابة بالأساس هل أنت اخترت بناء على معايير شفافة أو أنت ماءات اجتماعية ضيقة خلنت تكلم شدي مساكم الله بالخير بزاوية أحدث برامج محفوف اليوم كان ضيفنا مرشح الدائرة الرابعين ورى الفكر حلقة شرقنا فيها وغربنا كان فيها كثير من التفاصيل وجلد الذات ووضع النقاط على الحروف شاب ما شاب الحكومة من اللوم وكذلك المعارضة أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مساك الله بالخير وشايع وحياك الله بزاوية أهلا وسهلا اليوم المراقب أو المتابع لأنوار الفكر شاب بدأ نقابي في العمل الطلابي إلى الحراك السياسي إلى حراك لـ 12 سنة مثل ما سميته كنت قريب من تيارات سياسية فترة من كتلة العمل الشعبية وحركة العمل الشعبي وتيارات تقدمي وتدعو إلى العمل الجماعي اليوم أنوار الفكر ينزل منفردا ممثلا لذاتها لنفسها بعيدا عن أي حزب أو تيار ليش؟ أو أشوف المسألة النظم الانتخابية عندنا في الكويت وفي السياق العربي مو بس بالسياق الكويتي الإنسان العربي دايما يعشق الالتفاف على الأشخاص مو على الخيانات وهذه أزمة في هويتنا الوطنية العربية لو نرجع بالحضارة العربية من قبل الإسلام مرورا في صدر الإسلام انتهاءا في الأحزاب العربية دائما الأحزاب قاعد تقوم على عمود فغري الكريزما مالة الزعيم فأنتج عندنا زعماء وأنصار ما أنتج عندنا أحزاب وطنية أحزاب ذات برامج ورسائل فيها ديمومة الاستمرار حتى بعد وفاة هذا الزعيم لذلك نحن اليوم مسألة الحزب ليس مسألة عاطفية هي مسألة نظم هذه النظم يجب أن ترسخ وتدرس في مناهج التعليم في مناهج العمل الجماعي في تعزيز كلمة نحن على كلمة أنا هذه تحتاج سياسات إعلامية وتربوية وسياسية وسياسية حنا اليوم تشاهي في الوضع السياسي في عندي جمعيات سياسية عندي أحزاب القويت ولكن ما عندي عمل سياسي ما عندي عمل سياسي حقيقي وكلها هي صراعات انتخابية ولاءات زعامة وأنصار التفهم على زعيمهم زعيمهم مؤمن زعيمهم غير مؤمن هذا لا يعني شيء أنا مع هذا الزعيم تجربتي في العمل السياسي المنظم تجربة ثرية تجربة جميلة جدا ساهمت في تمسك أنور الفكر رغم عدم تمام هذه التجربة تمسكي في العمل السياسي المنظم ولكن أن يصبحان العمل عاطفي علاقات اجتماعية علاقات انسانية لا ما ينجح فاليوم المهمة الرئيسية السياسية اللي تمسك فيها أنور الفكر وذهاب مستقلا في هذه الانتخابات هو لكي ينتزع هذه الغوانين كقوائم نسبية وتعسيس واعلان عن شرعية هذه الأحزاب السياسية وجدت أني ما أقدر أحقق هذا الشيء في ظل هذه التنظيمات السياسية لأن تخضع لنفس ما يخضع له الجهاز العقومي بريقراطية ولجان 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 إلى أن تموت هذا الحماس ويموت هذه الفكرة فاختصرت هذه المسافة واحتفظت في هذا الحماس واتجهت بالفكرة كي يحققها طريقة يعني أشوفها أني أقدر عليها إن شاء الله أنت خذيتني إلى موضوعين موضوع الزعامات وصراع الزعامات والظاهر أنه ورثنا من محيطنا العربي الزعامات في العراق والزعامات في لبنان والزعامات في بلدان أخرى وموضوع عملية تطبيق الأحزاب أو القوائم اليوم إحنا ليش إحنا استثناء مثلاً من الوطن العربي ليش إحنا عندنا طموح والله أن إحنا بنطبق أو بنسوي قوانين بنصيق قوانين تمهد لقاعدة حزبية وقوائم بس بننجح ما رح نفشل نفس محيطنا العربي شون الزمانات؟ مو شون الزمانات والسؤال هل هناك أحزاب في الوطن العربي؟ أحزاب سياسية أنا ما أتكلم عن الميليشيات أو ما أتكلم عن الصفافات عشائرية زعيم طائفة معينة زعيم عائلة معينة عنده مال عنده نفوذ عنده امتيازات أتحول هذه الإطاري إلى إطار حزبي أنا أتكلم عن أحزاب أحزاب الأحزاب كفكرة بعد الربيع العربي غير الأحزاب كفكرة قبل الربيع العربي الأحزاب اليوم موجودة في كل دول العالم المتقدم ومتحضر هي أحزاب بسيطة لا تملك من الإيدولوجية لا تملك من العقيدة السياسية لا تملك من العمق اللي كنا نتكلم عنها إنما تملك برامج طبية تعليمية سياسية اقتصادية اجتماعية ونظام أساسي نظم علاقة هؤلاء فيما بينهم وهذا برنامجهم شنو اسمهم شنو فكرهم شنو ما يعنيني يعنيني مدى ثقة الناخف فيهم في نشاطاتهم وأعمالهم التطوعية على مراكز أعمالهم الوظيفية عند الناس وبين الناس يعنيني برنامجهم يعنيني مصداقيتهم عندما يروحون للدولة يصير هذا الحزب والحزب هذا يتحول إلى سلطة تنفيذية ويتحقق جز كبير من برنامجهم راح أمنحهم الثقة مرة ثانية ومرة ثالثة بهذه الصورة البسيطة احنا اليوم الأحزاب الموجودة بالنظمة العربية من فترة الخمسينات إلى الستينات إلى أنا أعرف أحد الأحزاب العربية كان الأمين العام للحزب قاعدة 40 سنة لما توفى مسكة زوجته أمين عام للحزب وقاعدة 2 سنة بعدما توفى زوجته ابنه الكبير مسكة الحزب وحزب عريق ولها أدبيات ولها منشورات ولها قصاصات ولها كتب ولها تنظير بالإصلاح والحرية أسرة حاكمة هذا مو حزب شفت شلال هذا الأرض العشائري العربي التسلطي هذا هو حول هذه الأحزاب إلى مليشيات إلى زعامات عشائرية ما لها علاقة بفكرة الحزب والتداول السلمي للسلطة الأمر الآخر الذي يجب أن نركز عليه أنت قبل أن تذهب للأحزاب في بيئة حاضنة لهذه الأحزاب وهي التي تعدد مدى نجاحها من فشله أول هذه المعايير هو أن يكون هناك غضاء نزيه وأنا أعيما أقول غضاء نزيه شو علاقة الغضاء؟ الغضاء هو الضابط لحركة المجتمع المدني هو الضابط لسيادة الغانون هو الضابط لي وجدان الناس لما تتعزز فكرة أن هناك في ضابط يضبط عملية التداول السلمي للسلطة يضبط عملية السلاح يضبط عملية العملة يضبط عملية الغطاء المصر يضبط عملية أنه ما تتقول سلطة على سلطة يضبط ويرد ويجاوب على تساؤلات الناس لما يجيني شخص من جماعة معينة ما يجي بعيال عمة من يضبطها هذه العملية الإدارية العملية الغانونية العملية يضبطها قضاء نازي وأيضا يضبطها إعلام حر أنا قبل لا أروح يجب أن أوفر بيئة متناسقة ومتكاملة ومتعاونة فيما بينها هذه البيئة إعلام حر وقضاء نازي بتروح أحزاب بتروح سلطة وتجيني سلطة يمكن أسوأ منها ما أسوأ شيء هو فكر التداول السلمي للسلطة أن الناس تغير الأفضل أن يعطي بريك حق السلطة ويقول للناس ما رأيكم زينين ولا مزينين قالوا مزينين جابوا غيرهم قالوا زينين كملون هذا البريك هذه عملية التداول الانتغال من الأخضر إلى الأصفر من الأصفر إلى الأبيض بالتجمعاتها من يضبط هذه العملية يجب أن يكون هناك قضاء نازيه قضاء نازيه وهذه المفردتين جمعاً ما ينفصل في ما بينه إيه بس إحنا يعني إذا نتكلم عن أنت استشدت بالحالة العربية الحضارات أو الحواضر العربية اللي بدأ فيها التعليم قبلنا والتنوير تكلم عن لبنان العراق سوريا بعد فترة ردوا أو عادت الأحزاب إلى إلى قواعدها العشائرية الطائفية يعني عادت إلى إلى طبيعة المجتمع فما بالك إحنا الكويت مجتمع أحدث لا زالت فينا نزع العشائرية القبلي إحنا ليه الآن عندنا انتخابات سمه تشاورية فرعية ليه الآن عندنا طواف تنزل مرشحين ليش عندنا هالطموح نولا رح ننتقل من هالحالة إلى حالة ديمقراطية كاملة وإلى أحزاب يعني أنت بسطتها ما تبينا نروح حق والله أحزاب شيوعية واشتراكية ورأسمالية على قولتك حزب عنده شوية أجندة وأفكار بيطبقها بس شنو الضامن إحنا لا زالت فينا هالنزعات أكثر من غيرنا وغيرنا اللي عنده تاريخ أكبر فشل لا إحنا لا ناخذ التجربة المصرية كنسق واحد تجربة المصرية المصريين عندهم أحزاب أيام الملكية وأنتجت هذه الأحزاب باستغرار سياسي وأنتجت قوانين وأنتجت إلى اليوم المصريين يحلمون في دستور 23 أيام الأحزاب المصري اللي كانت موجودة أيام الملكية ولكن عدم التوافق بين الملكية وبين هذه الأحزاب هو أدى لعدم الاستغرار وغفز العسكر على السلطة وجود البريطانيين والاستعمار البريطاني هو اللي أدى غفز العسكر على السلطة أنت اليوم لا ناخذ التجارب هذه كبيبست نقول شفت؟ لا ما شفت أنت ما آلت إليه الأمور ما كانت زينة فأنا اليوم أتكلم عن التجربة في سياقها كان جدا جميل وفي تربص وأنا أرد وأقول لك إذا ما كان في تفاهم بين الغوة الاجتماعية والسياسية ما رح تنجح أي فكرة رح تجيبها ما رح تنجح حت الفكرة القائمة الحالية ما رح تنجح هذا دستور 62 هل هو ناجح؟ مو ناجح زين شنو أسوأ من هذا الشي؟ شنو أسوأ؟ إحنا اللي ساتر علينا بعد الله عز وجل هو برميل هالنفط من يسكر هالبرميل؟ كل الفضائح نحن تطلع السطح وكل المشاكل نحن تطلع السطح وكل اللي بسدورنا رح يطلع على سنتنا زين شنو اللي يضبط هالي العملية؟ لازم نشوف شي جديد لازم نجرب شي جديد مو أسوأ من واقعنا هذا الدستور 62 لو ما كانت هناك نوايا حسنة وممكن هناك يكسر تفاهم بين القوة التجارية وقوة الإسراء الحاكم والقوة الشعبية الديموقراطية ما أحقق نتائج زينة إذن نرجع للتفاهم هو هذه النظم وهذه النصوص ممكن تنظم علاقتي وعلاقتك إذا كنا إحنا حسنين نية زيني إحنا مو حسنين نية لو تجيب أي نص لو نص غرآني مره يضبط هذا العملية إذن شن الحل إحنا نوفر فكرة جديدة تعيد أو صيغة جديدة تجدد صيغة 62 وتدفعنا للأمام ممكن إحنا نسوي شيء يعني مثل ما سووا 62 خيطه بين نظام رئاسي ونظام برلماني إحنا ممكن نخيط شيء جديد شنو مشكلة بالتخيط إحنا جاهزين إيه جاهزين والنزع اللي أنت خايف منها إن إحنا إلى الآن نمارس فرعيات إلى الآن نمارس الانتماءات النظيقة اليوم هذا الانهزام والانسحاب من لجان الفرعيات في القبائل هل هذا محصدفة؟ لا عندما رغب النظام في عدم إجراء هذه الممارسات الكلب بالنداء إذن بالضرورة عندما كانت تجرى هذه الممارسات كانت في رغبة النظام النظام لما رفع راية الاستسلام لهذه الجماعات لهذه التنسيقات لهذه اللجان التشاوريات لكل أعلن انسحابه وانهزامه أمام هيبة ومكانة الدولة إذن كانت الفكرة من الأساس عندما كانت تقام وترعاها بعض أجهزة الأمن بالسلطة كانت في رعاية الدولة إذن الناس على دين شنو؟ أنظمته الناس على دين حكوماته اليوم الحكومة ما تبيه فرعيات الكل استسلم كل سهولة شفنا حد زعل؟ بالعكس الناس يقول الله يجزاكم خير حررتونا من هذه الالتزامات والأحراجات الاجتماعية بالنهاية ما قعدت تنتج لممارسة سياسية زينا فأنا خسرها صلة رحمة الاجتماعية وبالضرورة خسرها المصالح السياسية زي منه كان المنقذ لهذا الشي؟ هو خطاب 22-6 خطاب سمه الأمير اللي حرر الناس من هذه الالتزامات وترجمت الحكومة بجراءاتها الأمنية وبجراءاتها السياسية والاجتماعية وحطت حد لهذا الشيء إذن هل الناس كانت تقوم في هذا الشيء بناء على رقبتها؟ لا وإنما الناس بناء على أو على دين حكوماتها وأنظمتها أنا بس في نقطة قبل أن نوصل إلى واقعنا اليوم إحنا في 2012 دائما نضع اللوم الأكبر على السلطة أو على الحكومة بس إذن طالعها شوية بتجرد أيضا نتاج مجلس 2012 لم تكن بهذه الوردية يعني مجلس 2012 بعد كارثة قضية الميموني رح صوت على قانون إعدام المسيء وأطلق يد الداخلية وإدارة التحقيقات اللي نفسها أدانها المجلس أنها والله عندها متحيزة أو ما كانت صادقة في قضية الميموني رح أطلق يدها قال هايبو إذا أنت ودريت وإنه فلان أساء لظن الذات الإلهية أو الرسل أو إذا ما ذلك احنا بنعدمه اقتلوه احنا هذه خياراتنا كشعب النهاية الشعب نفسه يروح يعني نفس الجهة اللي أخطأت وقتلت مواطن بجريمة واضحة هزت الشارع الكويتي راح تمكنتها مرة أخرى فدائما نقول السلطة خطأ سهلا نقول لنا السلطة متربصة لنا والسلطة تبينه بس ما نصير مثل البعير اللي ما يشوف عوجاج رقبته لا 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 هو يشوف هو مسؤوليتك على قدر سلطتك اليوم احنا لما نحمل المسؤولية الأكبر للنظام هو عند القدر السلطة الأكبر في هامش النظام السياسي اليوم لما حمل السلطة أو حمل المعارضة المسؤولية وهي هامش أصقر في هذه السلطة أنا في نوع من التجني حقيقة الأمر الثاني المسألة هذه هو ترجع صحيح كلامي في البداية لما تكلم ما في حل عندي مشكلة بالنظم الانتخابية عمل فردي 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 انهك الناس اليوم انت في مليون اعتبار لما اروح صندوق الغترة مليون اعتبار عندي جاري عندي ولد عمي عندي صديقي عندي كذا عندي كذا وبعدين زين متى تحررني عندك سياسي تشيل عني الغيود هذه كلها وتخلينا اختار برنامج ما اختار أسماء تحط لي كل الاعتبارات هذه وتحطني في هذه البيئة وتقول لي شون شون اصير زين شون شون اصير زين انا لو انسان زين سيصير مو زين بالبيئة تحطني في كل الاعتبارات الاجتماعية والدينية والاخلاقية والغيمية والانسانية وتقول لي يصير زين شون اصير زين شون ما اقدر اصير زين واروح اختار زين انا بروح اختار سياسي ما بيختار واحد اعرفه ولا واحد احبه ولا واحد جاري ولا واحد صديقي أبي اختار برنامج أبي اختار فكرة أبي اختار نص ما بيتكلم عن أسماء ما بيتبع أسماء ما بيتبع أشخاص أبي أتبع برامج أفكار رؤى أنا متأذي من بنية تعطية متأذي من خدمات تعليمية وطبية متأذي من ناحية مالية وقتصادية ومعيشية أبي اروح اختار واحد يوفر لي حلول لهذه مشاكل شنو الآليا اللي أوصل صوتي بهذه الطريقة قوائم نسبية وجمعيات سياسية ما في حل لا تروحون وتفترون وتفترون وضيعون الوقت والفرص علينا ما في حل النظم الفردية من 62 إلى 2022 هي نفس الانتاج راح يروحون أسماء وجون أسماء نفس العملية راح ينتقوا وقعوا لذلك من مصلحة النظام قبل لا تكون من مصلحة الناس أن النظام يتعامل مع أغلبية أو أغلبيتين أفضل ما يتعامل مع خمسين ناعم يعني خمسين مناقصة يعني خمسين معاملة يعني خمسين طلب يعني خمسين تهديد يعني خمسين استجواب وبعدين شو الحل الحل يجب أن يترجل النظام ويملك الشجاعة تاريخية والجرأة مثل ما ملكها عبدالله الصانم ومثل ما ملكها رحمة الله عليه مباركة كبير وأن يطلع من هذه الدائرة المفرقة إلى خط مباشر إلى الحل المباشر ما يمكن أقبل حكومة تتعامل مع خمسين ناعم خمسين مزاج خمسين طلب أنا كرئيس وزراء بينما ممكن أتعامل مع أغلبية وممكن أقول للأغلبية هذه اللي أنتجتها صناديق الاقتراع ببناء على برامج وقوائم نسبية وقلهم تعالوا مسك هذه 12 وزارة خدماتية شكلوها لي وقلوا الوزارات السيادية ورئاسة الوزارة لاختيار سمو العمير هذا التفاهم ممكن في ضوء دستور 62 وبيجراء قوانين تعديلات بالأحزاب وقوانين بالقوائم النسبية لما نوصل للصيقة هذه من التفاهم بين النظام وبين الناس أنا حققت لرئيس الحكومة وللنظام استغرار أربع سنوات ما في استجوابات عندك أغلبية في البرنامج وبنفس الوقت حققت للحكومة برنامج عمل حقيقي صوتت الناس عليه وبنفس الوقت وفرت للحكومة ذنعش وزير فني مختص عنده قطاع سياسي يحميه ويمكننا يطبق خطته وبرنامجه بالأربع سنوات وبعد أربع سنوات أرجع لإيرادة الناس هذا أفضل للنظام هذا أفضل للناس هذا أفضل للكويت الناس اتعبت ولا في حل نخرج من هذه الدوران اللي بيخط مستقيم باتجاه الأحزاب والغوام خذيتني لأكثر من فكرة بوشايع بلحق وياك الحين بس ناخذها حبة حبة كلامك كأن حكم مسبق على هالانتخابات أنه نتائجها لن تكون بمستوى الطموح أنها انتخابات صوت واحد يعني بمعرض كلامك قلت أنه لا يمكن أن النتائج تكون نتائج نقدر نبني عليها أولا نوطأ لعملية ديمقراطية في ظل الصوت الواحد هالانتخابات صوت واحد نظام فردي هذا فردي النظام لا النظام الفردي جن المقصود فيه من 62 النظام فردي أروح أن أنتخب أشخاص يعني هالانتخابات ميتة مو ميتة الناس مزاج يعني مثلا بانتخابات الخمسة وعشرين دائرة في مجالة زينة وفي مجالة سمو زينة هو نفس النظام شو اللي يتكتير لأن النظام فردي يعتمد على المزاج مزاج اليوم الناس الكويتين يحبون الكويت يروح تكترون ناس وطنية بكرة في خيبة أمل وإحباط الناس بتروح تكترون ناس بنانا على علاقات اجتماعية مزاج صح بالأربع دوائر وخمس بالأربع أصوات عندي مجلس غبيظ وعندي مجلس أقلبية معارضة هو نفس النظام شون أنتج مرة شذي وانتج شذي إذا نخضع لمزاج وتقديرات فردية مزاج عام الصوت الواحد أنتج مجلس مناديب وانتج مجلس الأغلبية اللي فاتت صح ولا لا هو نفس النظام إذن يخضع أيضا لمزاج هذا المزاج اللي أقصده فردية هذا النظام الانتخابية الفردية بينما لما أروح أختار أنا مجموعة وأختارها بنانا على شون موصلة قرابة ولا صلة دم ولا صلة حمية وفزعة لا أختارها بنانا على برنامج ويكون هناك رغبة من النظام أن تنجح هذه الفكرة نقطة مهمة نفس ما هناك رغبة الآن أن تنجح هذه الانتخابات راح تنجح هذه الانتخابات وراح تختار الناس عجوبة اختيارات الناس هذه السنة راح تكون مفاجأة متفائل فيها حيل جداً مفاجأة وطنية عظيمة بس راح تنتج شنو ناس خمسين نائب فرادة دون تنسيق دون تنظيم دون هذا الأمر ممكن ينتج شيء ممكن شيء خارق يعني شيء نحتاج شيء معجزة معجزة عشان نوصل للفكرة لذلك أنا اليوم رايح حاضر الذهن مو خالي الذهن أنا ما يمكن أن تنتج شيء في هذه المنظومة البرلمانية إلا بالضغط إلا بالإغناء إلا بالتصعيد إلا بالمهارات اللي اعتمد عليها النائب المهارات الذاتية مو المهارات اللي موجودة في دستورة 62 تمكن النائب من التشريع والرقابة خذيتني النقطة أيضاً يعني اليوم تناقش بالدواوين بالأماكن العامة خلاف للسائد قبل كلنا نقول النظام يطمح إلى تقسيم المجتمع النظام أفضل الله ويخدمه أن يتعامل مع النواب كأفراد اليوم في طرح سياسي جديد يقول لك لا يا عمي النظام أنضبط لأصلاً أن يتعامل مع أغلبية تفوز يتفاهم مع أغلبية ولا يتفاهم ويا نائبين نائبين ولا ثلاث نواب ثلاث نواب يعني هل هي دعوة اليوم للنظام بالكويت يا جماعة تعالوا نسوي قوائم أو البعض يعني يقفز أيضاً إلى أمامكك أحزاب أنت تعامل ويا حزب واحد بدل ما تعامل ويا مجموعة القبيلة ألف والطائفة باء والعائلة جيم هل تعتقد هناك مجال؟ مجال من وين لتفاهم مثل هذا؟ ممكن النظام سيسأل أنا في بداية كلامي قلتلك بالضرورة راح نوصل للصيقة مو بكيفي ولا بكيف الناس ولا بكيف النظام راح نصل إلى طريق مسدود ما مفتاح المخرج هذا بس بالضرورة بس إحنا بنروح بأغل الخسائر ومضي علينا فرص السنوات الوفور المالية أنت بكرة بالضرورة راح تصل إلى هذا الطريق المستود قولي شلون بالضرورة شلون؟ وبالحتمية شلون؟ بتروح إلى عدد سكان أضعاف عدد سكانك الحالي بخمس ست مرات وبتروح ميزانية الكويت سنة ألفين كانت أربع مليار ألفين وثنين وعشرين كم مليار تلاتة وشرين أعتقد؟ تقريبا أربعة وعشرين مليار إلا ألفين واربعين كم ألفين وخمسين كم شلون عدد الكويتين ذاق الوقت منو عندها قدرة يوفر لك المال هذا ستوصل إلى أربعين مليار وخمسين مليار منو عندها قدرة يوفر لك المال هذا منو عندها القدرة ينظم علاقة خمسة أو عشر مليون كويت يوافد منو عندها القدرة يوفر بنية تحتية لعشر مليون كويت يوافد أنا ذاق منو عندها القدرة أن يبني مدارس ومستوصفات وينظم الطرق وينظم الإعلام منو عندها القدرة هل في هذا السيستم ممكن يحتوي وينظم عليه العملية مموجود لذلك النظام استبق هذا الشيء وجاك في الخطاب هذا وقال لك تعال شاركني في اتخاذ الغرار وقال لك في النص أنتم شركاء في الحكم والإدارة العامة للدولة هو لأنه يدري بكرة لوصلنا إلى نقطة النهاية وما وفرت لأنت وما وفر لك أهو حلول وحقق لك نتائج راح تطلع للساحات والميادين بس مني راح يطلع للساحات والميادين راح يطلع جيل ما يستحي ولا يخاف ولما يطلع يطلع على شنو مو على حريات ولا تنظيم إصلاح سياسي راح يطلع على لقمة عيشة يعني ممكن يرفع لفتا تغيير النظام ممكن يرفع لفتا فاهمت الفكرة تصور الخيالي هذا هذا التصور الخيالي ممكن يصير ولا ممكن يصير شنو يميزك مجتمعات والدول اللي صار فيها ما يميزك هذه شعوب إذا ما أمنت لها لقمة العيش ما أمنت لها الخدمات ما أمنت لها البنية التحتية ما أمنت لها انبوبة الغاز ما أمنت لها إيه تبتوصل مرحلة إما تحكمها في العدل والتوزيع العادل للثروة أو أنك تحكمها بالغبضة الأمنية النظام استبغ هذه الخطوة وجاكم بيتشير وقال لك تعالي شاركني عشان إذا فيشنا قلنا مع بعض ما حد يحمل الثاني بسؤولية لذلك هذه الانتخابات بالنسبة للكويتيين حياء أو موت بالنسبة لرفاهنا ورخاء والحياة والعيش الكريم والمعيشة هذه حياء أو موت بالنسبة لنظامنا الديمقراطي وتجربتنا الديمقراطية حياء أو موت بالنسبة للمستقبل أجيالي وبناتي حياء أو موت ما عاد ممكن أجامل أحد على معاملة ولا على فتات لذلك أنا راح تروح الكويتيين في وجدان وطني لصناديق الاغتراع انتخابات وجودية بالنسبة لهم في بكرة ولا ما في بكرة في مستقبل لنا ولا ما في مستقبل لنا عينهم بعد الله عز وجل على صناديق الاغتراع ممكن يخرج من صناديق شخص أو شخصين أو ثناث يضع الله فيهم من الغوة والحكمة والأمانة تخرج منهم كلمة أو صرخة إلى حاكم الكويت ينفض هذه البلد فوق تحت لذلك هذه المعادلة الشعبية ليش أنا أقول لك متفائل في هذه النتائج لأن هذا السياق الطبيعي ما لها ما يمكن ولا ممكن أسمح لفوضى سياسية تعطل أو تخرب هذا الوجدان وتوديني إلى تجاه آخر وأنا برجع وياق بالضرورة الأسرة الحاكمة في القويت من مية ومية وخمسين سنة وميتين سنة تتحالف مع واحد من اثنين يا تتحالف مع التجار الأسرة التجارية أو تتحالف مع الشعب مع الناس ما تعرف تمشي بروحها طبيعتها تكوينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بروحها تمشي ما تقدر لازم تتحالفيني أو تتحالفيني اليوم واضح للعيان وواضح للكوتيين وواضح للإعلاميين وواضح للجميع للسياسيين أن النظام فصخيدة من التجار ومد إيدة للناس زي اللي شازم هالثنائية وشاية ما كل دولة فيها تجار وفيها طبقة تجارية يعني الشركات الكبرى لا يجب أن يمتلكها تجار ما رأي يملكونها أفراد طبيعي أو يعني كل بلد في العالم ليش إحنا بالكويت عندنا هذه الخصومة الكبرى لأن نمثل التجار بالمارد الأكبر التجار يوم الأيام ساهموا في وضع الدستور كانت لهم أدوار إيجابية في تجار تبرعوا بثروات هائلة بالغزو في تجار فاسدين في تجار فاسدين شأننا شأن أي دولة ليش دايما عندنا ثنائية يا شرعبية تجار ليش ما نقدر نطلع من هذه الثنائية مو أنا مو أنا حددت هذه الثنائية مو أنا رسمت هذا الشي مو إحنا كتبنا هذا الشي مو إحنا وجدنا هذه الثنائية هي موجودة واللي يحاول أن يتجاوزها يعني يحاول أن يتجاوزها الحقيقة أنا ما أتكلم عن التاجر بصفة التاجر أنا أتكلم عن سيستم عشائري موجود في الكويت هذه السيستم العشائري أنت عندي عوائل هذه العوائل جزء من النظام والطبقة الحاكمة في الكويت هو تحالفها من البداية مبني على عشائرية النظام أنا شون أحول هذا النظام إلى نظام مدني ديمقراطي يتعامل مع الفرد مو بانتماءه وعشيرته يتعامل بالفرد مع كفاته عقليته كذا يعني نباله بالسيستم بالسيستم مش بالتجاه المشكلة بالسيستم التاجر بالستينات والخمسينات كان تاجر وطني عنده وجهة نظر في الغضايا العربية والإقليمية في البنية التعتية في الموسيقى في المسرع كان يشارك ويساهم كان مخلص لغضاياه اليوم التاجر الشغلة الوحيدة اللي يعرفه الربح فقط يربح بس مو مهم عنده جودة الإنتاج مو مهم عنده جودة البلد ما يزعل على حال الكويت ما يزعل على حال المسرع ما يزعل على حال الصحافة ما يزعل على حال البنية التعتية ما يعني هذا كله يعنيه الربح فقط هذا التاجر اللي يتحول من تاجر وطني قومي عربي يساهم في غضايا مجتمعة ويزعل منزعل الناس وقطاعاته وله وجهة نظر في جميع القطاعات في القويت إلى تاجر انتهازي ربحي نفعي همه جيبة فقط أنا ما عندي مشكلة بالتاجر كل دول العالم فيه تاجر وسنة الحياة أن يكون هناك تاجر طبيعي هذا الأمر ما حد مختلف عليه أنا معاي بثقافة هذا التاجر في عقلية هذا التاجر التاجر لما يوفر فرص عمل في كل دول العالم كما هو معمول ما عندنا مشكلة فيه التاجر لما يدفع ضريبة وساهم في إيراد إيراد الميزانية العامة للدولة ما عندنا مشكلة فيه هذا طبيعته أنه يربح ويدفع يربح ويدفع وعملية تدوير هذا المال تنتج وظائف فرص عمل وتدوير مال على مستوى أصغر الموظفين اللي عنده هذا طبيعي بس احنا الوضع اللي عنده لا هو جايني أنه ولد الأسرة الفلانية بالاتكالية وبالريعية اللي عيرون فيها الصغار الموظفين أنه احنا ما نشتغل ما ننتج زي أنت شين تشتغل وشين تنتج كل امتيازاتك اللي تاخذها بسبة هذا التحالف مع النظام لذلك اليوم ما أقولك أنا في لحظة تاريخية والنظام الآن واللي يقصد فيه الأسرة الحاكمة منخشها وراء الناس الآن والكل يتراقب الآن ردة فعل التجار بعد فصخ الأسرة يدهم منه هذا التحالف فالأسرة تنتظر الآن ردة فعل نحن عايشينها الثنائية الآن أنت تعيش أيامها الأولى لحظات تاريخية اللي نعيشها الآن نعيش الأيام الأولى أنا من ولدت أو أعملت سياسيا ما عشت اللحظات هذه كنت أسمع فيها يقولوني أنت صارت فيه وقت عبد الله السالم صارت في بداية عهد صباح السالم كنت أسمع فيها ما عشتها اليوم قاعد أعيش الأسابيع الأولى منها لذلك ليش أنا متفائل لذلك ليش أنا فرحان ولا أقبل ولا يمكن يجي أحد يخرب فرحتي وتفائلي في هذا الشيء هذه أيام تاريخية من تاريخ دولة الكويت اللي نعيشها الآن لحظات لازم اليوم نروح لكل منصة إعلامية لازم نستنهض الهمم لازم نروح الدواوين لازم نقول للناس الكويت في المستقبل غير لأن هذا البنية التحليلية مالتنا إحنا رايحين في لحظات تاريخية وطنية النظام لما يجي حط إيده بيدي وبيتحالف معاي ما يمكن تحالف معاه بدون مقابل شنو المقابل المقابل أني آخذ تشريعات وغوانين تضمن عدم تكرار تجربة أثناء السنة اللي فاتت لذلك أنا اليوم الناس لما تقبل على صندوق الإقتراع وصندوق الإقتراع لازم تفهم هذا التحليل وهي والرائحة لذلك النظام الآن طلب مننا شنو؟ من الناس طلب أطيب عيالهم قال جبوا لي أفضل أبنائكم جبوا لي أحسن ناس عندكم فالناس اليوم لازم تروح تختار أفضل سياسيين اللي عندهم في المنطقة وفي الدائرة السياسي اللي يكون عنده مهارة عنده فطنة عنده تحليل عنده دبلوماسية عنده هدوء عنده حكمة عنده تصعيد عنده كريزمة عنده كل المهارات هذه بحيث أنه يكون مثل الطبيب اللي أوكلت له مهمة إجراء عملية حساسة ودقيقة تحتاج خفة بالمشرط وتحتاج ذهن وفطنة عند هذا الطبيب لكي تنجح عملية لذلك اليوم بس أنا أتمنى اليوم بالأيام هذه بس تتنازل الناس عن مصالحها الخاصة وعن معاملاتها الخاصة لأن هذه لحظة تاريخية برجع أنا برجع مسرح اللي قابله برجع الفن والموسيغة والأدب والشعر برجع البنية التحتية برجع للرخاء والمعيشة اللي كانت زينا برجع اللي كنت أسمع عنه وما شفته في هذه اللحظات أبترجم هذه اللحظات إلى تطوير الديمقراطية في القويت وإيجاد صيغة جديدة للإدارة السياسية والإدارة العامة للدولة البلد مريض البلد تعبان والمؤسسات كلها الموجودة الآن اللي انترزق الله بعد الله عز وجل بحمى هذه المؤسسات كل غوانينها ونظمها الأساسية من أيام الربية فمحتاجها نفضة بالتشريعات والغوانين فهذه الفكرة اللي تكلم عنها الثنائية مون قصدي ثنائية القصد بوبو شاعب بالعودة أنت أنت تكلمت أننا بنعيد العيش الكريم والرخاء والمسرع والموسيقى زي ليش ما نقدر نعيش إلا بثنائية يعني يا ننتقم من التجار ونذهب إلى كويت أفضل طيب ليش ما نروح إلى كويت أفضل بتجار أفضل من قالك بنتقم من التجار؟ يعني بمعرض كلامك تقول أن الأسرة متحالفة هي الشعب يعني الشيخ كأنك تقول مقابل التجار يعني الشيخ عبدالله السالم لما تحالف مع الشعب في الستين مع القوة الشعبية الديمقراطية الوطنية أنا ذاك هو طلع التجار برى الحسبة لا تاجر شريف والعفيف والنزيه وتاجر الوطني هو جز رعيسي من هذا التحالف بينه هو جزء من الشعب أنا أتكلم عن تجار السياسة تجار الانتهازيين تجار اللي دمروا الكويت من أجل مصالحهم الضيغة أنا ما أتكلم عن تاجر الكويتي المستغيم والشريف والعفيف فيك منهم كثر ترى أنا أتكلم عن التاجر الانتهازي تاجر الوطني من مصلحة الكويت السلزينة إذا صارت بنية تنافسية وشفافة ونظم حديثة هو تجارته تزدهر بس التاجر الحرامي ما تزدهر لأنه عايشة تجارته عن نفوذ وعلى التحالفات وعلى المناقصات المشبوهة وعلى الفساد وعلى الرشاوي أما التاجر النظيف الوطني بالعكس رح يفرح ويصطف مع الناس لأن هذه التحالف رح ينتج لبنية اقتصادية شفافة فيها تنافسية ولا حق ياخذها ويقدم مناقصة سليمة ياخذها إذا كان هو يستحق وفيه مظالم ترد المظالم للناس يظلم وهذه البيئة وهذه البنية التحتية وبالعمالة والتركيب السكاني رح هو يستفيد منها وبالعكس هو يشتغل على شق النهار ما يشتغل بالدسائس والمؤامرات لذلك هو يفرح من فرحة الناس أنا كلامي على الأسر وليس الأسر بعض الأسر أو بعض الأفراد في هذه الأسر اللي لا اللي ما يعيش بالنهار يعيش بالظلمة طبيعتها فاسد طبيعتها كل ثرواتها ومناقصاتها وتراكم هذا النفوذ المالي والإداري هو من هذه التحالفات المشبوهة اللي لما يغمع الناس يحط إيدها هنا يقدر يحط إيدها هنا هذا التاجر اللي أنا أقصده أنا مو مو ضد فكرة أن الروح قوية جديدة ما فيها تجار مو شريعي أنت قلت نقطة أنا ما أنا قادر أتجاوزها النظام يقول للشعب قدموا خياركم أفضلكم أحسنكم بس هل إحنا كشعب جاهزين يعني قاعد نشوف صراع الزعامة كل ما صارت فيه مبادرة من الأسرة أو مفراجة ديمقراطية سياسيين ردينا إفلاني طق إفلان لا إفلان الزعيم لا أعلنتان هو الزعيم هذا الجدلية وتكرار صراع الزعامات لمدة؟ كل الانتخابات في بصيص أمل أرجعوا كأن شيئا لم يكن شوف أحنا يعني أنا في في جيل بالسياسيين أسمي أنا دائم جيل جيل الحمق السياسي اسمح لي على المفرد أحنا من 62 تقريبا إلى 92 96 تقريبا كان هناك في الكويت معارضة وطنية هذه المعارضة الوطنية مؤمنة في الديمقراطية مؤمنة إيمان حقيقي وعجات لذلك تجد الدمقراطية جزء من سلوكها الإنساني وجزء من نمط تفكيرها وخيالها من 96 تقريبا دخلنا في المعارضة الشخصية معارضة تصفية الحسابات معارضة صراع الشيوخ هذه المعارضة أنتجت لي أبطال أنتجت لي زعماء أنتجت لي شخصيات شجاعة بس ما حققت شي للصالح ما حققت شي لذلك الناس لذلك المعارضة تحولت من تحقق مكاسب للناس إلى مكاسب لمجل شخصي لي حاولا فهذا شي مغري للذات للنفس البشرية أن يصير بطل أن يصير زعيم أن يصير ترند عند الناس عززت الذات عززت الشخصية لذلك أنا أحاول أن يستخدم جزء من مهاراتي في تكسير الخصم هذه نحن يبدو أن الآن في تشطيب المرحلة لأن الناس ما تتحمل المرحلة من 96 إلى إلى 2020 لذلك مهم ترجع أو رد الاعتبار للمعارضة الوطنية معارضة النهج دائماً معارضة النهج مضد الأشخاص ضد النهج وبحاجة إلى قوانين تتصدى لهذا النهج لذلك المعارضة الوطنية أنتجة شنو؟ مؤسسات ضخمة تأمينات بينقل الاعتمال هذه كلها مؤسسات الدستورة 62 أنتج شنو؟ من أن تجد؟ تجد المعارضة وطنية في التصعيد في الخمسينات في الخمسينات والتصعيد إلى أن وصل الحاكم الكويت إلى صيغة معينة وفكرة معينة وتنازل معينة وقدمها للناس إذن المعارضة الوطنية معارضة النهج الفاسد بإغرار غوانين بالتصدي له بغوانين أفضل من المعارضة الشخصية اللي المهم أني أمشي فلان ومشي فلان إحنا وصلنا في المرحلة الأخيرة أنا ضد الفكرة هذه معارضة الأشخاص بس في فترة الأخيرة وصلنا إلى شنو؟ إلى وجود رئاسة برلمان مستفزة أمر واحد أمر اثنين تعيق التطور الديمقراطي زحفت على رئاسة الوزراء زحفت على رئاسة البرلمان سيطرت على الأضلاع الثلاث في المشهد السياسي فسبب جمود لذلك عشان أتطور ديمقراطيا وشعبيا لازم أزيح هذه الشخصية السياسية اللي أعاقد هذا التطور الديمقراطي إذا نقصد سيد مرزوق الغالم طبعاً أزيح مفروض أو خارج المشهد الآن يعني حتى الآن نتمنى لذلك بعد زاحت مرزوق أنا أتمنى المعارضة تتجه الآن بنفس شراهة الهدم والتصدي بنفس حماس التكسير والهدم يكون هناك حماس البناء ولكن عندنا مشكلة في القويت أنا عندي اليوم ثلاثة الاف معارض يجيد الهدم والتصدي بس ما عندي ندرة في معارض بناء عندي ندرة في القويت في الشيء هذا أن البناء أصعب من الهدم فإذا كان عندي ثلاثة الاف معارض يهدم أو يتصدى أو يحتاج ترى يمكن عندي ستة سبعة بس اللي يقدروني يبنون وهذه الشكالية نرجع فيها لبداية حديثنا عن مدى إمكانية فيه سياسيين بالقويت سيانسي ناضج ولا عبارة عن ظاهرات صوتية أو ظاهرات انتخابية الحن أنا معناش قاعد أعد أرد لي تجربة 2012 كون هالتجربة الأحدث مجموعة 2012 ما بيقول فشلت بس لم تنجح لم تنجح لم تنجح في التعامل مع المشهد لم تنجح والدليل صار عندنا مهجرين سياسيين سجناء طوال معتقلين رأي يعني دخلنا في عشر اثنائس سلد دوامة دوامة ومن عمر الناس الآن احنا ننتقد السلطان وننتقد الحكومة مهم باب أولا ننتقدهم أو نقولهم يا جماعة شكرا على الجهود قدمتوا قمتوا بدوركم اليوم المجال ليصف آخر الكويت ليست أشخاص وهذا الصح وهذا قلت أنا في المؤتمر الصحفي اللي قبلت شميو بعد ممارسة سياسية ثلاث سنة شنو النتيجة اللي حققناها صفر صفر ثلاث سنة من التضحيات والآلام اللي دفعناها والجرائم اللي صارت ضدنا النتيجة صفر كل ما نطلب الآن هو العودة اللي قبل الثلاث سنة ما في قانون موسيق ما في مهجرين ما في سعب جناسي ما في كل طلباتنا الآن قالوا إسقاط قانون موسيق عودة مهجرين عودة جناسي زين شنو حققتنا بثلاث سنة إذا من هو يتحمل مسؤولية اثناء السنة صحيح النظام والسلطة تتحمل مسؤولية ولازم ترد للناس اعتبارها ولكن أيضا من غاد المعارضة في هذه الحقبة يجب أن يتحمل مسؤولية الوطنية والسياسية شون يتحملها نعطيه كتاب شكر وتقدير ونقول لك قاعد بالبيت خلاص أديت الرسالة وديت الأمانة وسويت اللي ما حد يقدر يسويه قدمت من التضحيات اللي نجلك ونحترمك عليها بس الله لا يهينك روح قاعد في بيتكم روح قاعد في بيتكم اترك للجيل الجديد أنه يبني اترك للجيل الجديد أنه يرسم مستقبله حقي يا أخي حقي مسألة السياسة في الكويت اليوم ما عاد الترف أني أمارس العمل السياسي هي مسألة حياة وموت لمستقبل أجيال من أجيال من أجيال أنا جايني لسوق العمل سنويا بالسنوات الجاية كل سنة سبعين ألف من وين أجيب لهم فرص عمل مطلوب مني كسياسي أني أوفر إراد عام للدولة أوفر مصدر بديل للدخل غير النفط عشان أنتج من خلال هذه المصادر أنتج فرص عمل للناس ورواتب دخلتم هنا في دوامة وضحينا مو من أجل مجل شخصي ولا من أجل ندور حوالين ذاتنا من أجل البلد كنا نشوف أننا الحق معنا واثبت الوقت والصاح والتاريخ أننا الحق معنا شنو النتيجة والفايدة اللي حققنا للناس صفر إذن وقولها بكل إخلاص وصدق ومحبة من يحترم إرادة الناس ولم يحقق لهم ناتج بعد مرور وثناء السنة من هذه الويلات على أن يروح يغير في بيتهم ويحتزل العمل السياسي أنتكلم عن كل القيادات يعني اللي كان لها دور رئيسي يعني والله ما حب أذكر اسمها ما حب أشخص ما حب أنا 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 أتكلم من كان لها دور رئيسي في هذه التجربة من زعماء المعارضة اللي تأخذوا غرارات تاريخية في هذه الحرب عليها أن يعيد النظر عليها أن يروح يغير في بيته لا تقول لي اسمها لأنه راح ندش فيه نفس النهجة اللي أنا قلت لكم من قبل شوي ما أحب ما أبيقول اسمها أبيقول هل نحتاج يا رئيس مجلسومة جديد؟ جديد بشكل مطلق اسم لم يتبوه هل المنصب؟ أشوف هو رئاسة البرلمان ترى خذت دورها أكبر يعني خذت دور أكبر من دورها صراحة هو رئاسة البرلمان شنو عبارة عن شنو؟ هو إدارة جلسات بس الأزمة اللي جاء فيها مرزوق وضخم دور رئاسة البرلمان بالسياسة الخارجية وبحرس وحاطلة تلفزيون وأعلام هو ضخم دور رئاسة البرلمان وخذ دور أكبر من دوره بتوسع على ضعف رئاسة الوزراء وكنا نقول بالضرورة إذا جاءت حكومة ضعيفة برلمان ضعيف إذا جاءت حكومة غوية البرلمان رح يصير قوي هذه المعادلة التاريخية في العمل البرلماني في القويت حكومة غوية برلمان قوي رئيس وزراء قوي رئيس برلمان قوي رئيس وزراء ضعيف رئيس برلمان ضعيف برلمان ضعيف حكومة ضعيفة برلمان ضعيف لأن الندية ما تصير إلا بين قوتين متقابلتين رحمة الله عليه الشيخ سعد العبدالله كان رئيس وزارة غوية وحكومته غوية بالمقابل برلمان غوي شخصيات غوية والمعارضة تصير شنو محك موترف مهبة مكشخة موترند فهمت الفكرة لما تصير عندي رئيس حكومة وحكومة غوية عينها حمرة بالضرورة ينتج عندي برلمان ومعارضة غوية لأن ذاك الوقت تصير المعارضة لا مكشخة مو هبة مو موضة كل اللي يتغلدها لا تصير معارضة فعلا ايمان حقيقي مؤمن بالتطور الديمقراطي وحريات الناس وكرامتها ومعيشتها بينما الفترة الاخيرة برلمان ضعيف حكومة ضعيفة هذا الضعف فيه هذه السلطتين من يزحف فيه ويتمش فيه وياكل منه مرزوق الغانم حط له تلفزيون وحط له اعلام وحط له حرس وحط له جنود وحط له بودغاردية وحط له سياسة خارجية وعلاقات دولية هذا كلها مدورة إذن رئاسة البرلمان على مستوى الصراع الديمقراطي والوطني وتطور الديمقراطي ما كانت يوم الأيام معركة رئيسية للغوة الديمقراطية الوطنية إلا لما أتى مرزوق في هذا الضعف اللي كان يعيش النظام وترك له مساحة عريضة يتحرك فيه اليوم بالذهاب إلى المجلس القادم وأولى الأولويات إذا اليوم أنور الفكر في قبة عبدالله السلام شون أولى الأولويات أول يعني ملفين رح أهتم فيهم صراحة يعني وعلي يضايقني شخصيا يعني ملف المعيشة وملف إصلاح القضاء هذا ملفين مهمين المعيشة نتكلم عن صلاحات اقتصادية صلاحات اقتصادية وصلاحات اختلالات الميزانية يعني أنت اليوم تتكلم في البند الأول مهم أن نشوف حل لأزمة المقترضين في القويت ما يجب أن نترك هذا الأمر جديد اليوم نحن قاعد نعمل على حل في جدول زمني لمدة ثلاث سنوات في فكرة اقتصادية ما تكلف فكرة اقتصادية اجتماعية ما تكلف المال عام دينار واحد لحل أزمة المقترضين في جدول زمني مدتها ثلاث سنوات رح نرفع هذا التصور وهذا التغرير إلى مرتب سموه للعهد ونتأمل أن نوصل إلى تفاهم اليوم عندي ستمية وثلاثة وثلاثين ألف مقترض بالقويت يعني أنا أتكلم عن عدد ثلاثين الشعب الكويتي مقترض إذا طلعنا نسبة غير موظفين يمكن كل الكويتين مقترضين زي أنا الاقتراض قبل 15 سنة كان للوناسة بس الاقتراض اليوم هو من الوناسة اليوم ما في كويتي شام يقدر يتزوج لا يقترض ما في شام بكويتي يقدر يسكن لا يقترض ما في شام بكويتي يقدر يشلي سيارة لا يقترض إذن هذه اللعباء المالية اليوم ما خذوا الناس قروض عشان وناسة وعشان سفرة وعشان ساعة وعشان سيارة لا هو لجأ لهذه الأداء المالية من أجل أن يستمر في حياة كريمة يعيشها وفرها النفسها والأسرتها وزوجتها وعيالها أزمة المقترضين هناك تصورات العقل البشري ما ينضمن الحلول عندنا تصور اقتصادي اجتماعي ما يكلف المال عام شي والمدة ثلاث سنوات وعالج هذه ونضمن هذا التصور هناك فئة الغير مقترضين عشان نحقق هذا التواجه العدالة العدالة في فئة الغير مقترضين رح يكون لهم نصيب بالوفورات المالية اللي رح نحققها في هذا الصندوق ومن ثم تكون هناك حل شامل وعادل لخضية المقترضين في الكويت الأمر الثاني هو بند الرواتب عندنا فكرة أنه يكون هناك هيئة للرواتب شون هيئة الرواتب؟ هيئة كل الغطاعات وأقسام وإدارات المالية اللي تتعلق في الرواتب في الغطاعات الحكومية تنتقل إلى الهيئة هذه هذه الهيئة تصير هي المسؤولة المباشرة عن البند الأول الميزانية اللي يتعلق في الرواتب هنا نقدر نأسس مؤسسة مالية مهتمة مشرفة ومسؤولة عن بند الرواتب وعن الرواتب كل الموظفين في القطاع الحكومي هذه المؤسسة المالية تكون شبيهة بمؤسسة التعمينات يكون لها ذراع استثماري تحاول خلال ست سبع سنوات أنها تعتمد على نفسها بالتمويل الذاتي هنا أنا وفرت المالية أو ميزانية الدولة مسألة الباب الأول وثقل الباب الأول مش مع الحل كثلاسيك نبني قطاع خاص منتج ونوظف كويتين بالقطاع الخاص بدل ما ما نستمر في ما في فكرة نجحت أنا ترى مؤمن بالشراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الخاص وأن يكون هناك فيه إنتاج بس الفترة الغريبة أو المتوسطة ما أعتقد أننا نقدر إلا يكون هناك مشروع قومي نهضوي على مستوى الحكم في القويت أن يتبنى مشروع تنموي ضخم على غرار المشروع الموجود في الإمارات على غرار المشروع الموجود في السعودية على غرار المشروع الموجود في إقدار هذا الآن ملامحة مو واضحة أنا اليوم تعاني الميزانية عندي من الباب الأول باب الرواتب تضخم باب راتب تضخم زيما شون أقدر أوفر مصادر بديلة للدخل إذا صندوق الاستثمار هي عامة الاستثمار ما قاعد أنا أستفيد منها هذه قاعد ترتب علاقات الكويت بره وتوازنات السياسة الإقليمية وسمعة الكويت بره وعلاقاتها الدولية وعلاقاتها الصديقة ولها سياسة خارجية ما تعتمن على السياسة الداخلية زيما أنا بالداخل شون الحل لا الميزانية قادر أوفر ووقف إدماني من النفط تمويلي من النفط ولا قادر غلل منه شو الحل لازم أبحث عن خطط وصناديق اقتصادية توفر تمويلي هذه الميزانية إذا شلت أنا اليوم أزمة المقترضين وشلت وعدلت وكون لها سياسة ولائحة تنظم عملية الاختلالات بالرواتب أيضا في حد أدنى وفي حد دعنى ما يصير هذه مفتوحة شديد أن جهة تأخذ رواتب نفس الشهادة نفس المسمى يأخذ ألفين وجهة يأخذ ألف ونفسهم يروحون نفس سوبر ماركت يشتلون نفس السلع بسعار مشتركة ليش تعطي هذا الفين وهذا ألف ليش إذا أن هذه الاختلالات في الرواتب أيضا تكون مسؤولية الهيئة أنا هنا ريحت قطاعات الحكومة كلها من مسألة الرواتب اليوم مزارة التربية ميزانيتها مليارين ونص مليارين ونص مليارين تروح رواتب النص هي مسؤولة عنه زينان ليش مشغلها بالمليارين يا أخي أأسس لي هيئة الرواتب وتكون هي مسؤولة عنها فكرة التوزيع الرواتب للناس وتنظم عملية الرواتب واختلالات الرواتب وتوفر من خلال صناديقها الاستثمارية تمويل لو محدود في البدايات كل ثلاث سنوات نرفع نسبة هذا التمويل إلى أن تصل إلى مرء حالة تعتمد فيها على نفسها في التمويل النقطة الثالثة والملف الثالث في المعيشة هو بنق الأتماء أنا راح تقعد مع المسؤولين في بنق الأتماء لفت انتباهي تصريح قريب وعجيب أنه محققوا أرباح لمدة عشر سنوات ستمية مليون بينما التأمينات تحقق أرباح في سنة واحدة 12 مليار دولار شنو هذه شنو نروحوا قعد معاه شنو نلجينا الموضوع يا جماعة قالوا احنا نفرك عن التأمينات أننا احنا ما عندنا ذراع استثماري قلت عيش ما لا جايبي اللي قانون الرهن العقاري وقدمين المجلس ايش ما قدمتوا تعديل للنظام الأساسي ما للبنك بإضافة الشق الاستثماري وصناديق والذراع الاستثمار بحيث أنكم تمولون نفسكم تشتغلون تعرف جماعة نعم بالنهاية لا بس بنك الاعتماني يعني شوية قضية أكثر تعقيدا هيكلت دوران المال في البنك لا يسمح بالاستدامة يعني أنت القروض التي تعطى آجالها طويلة جدا واستقطاعها متدني فطبيعي رأس مال البنك يتآكل أكيد أنت البنك أنت قاعد يأخذ من الدولة ويعطي الناس وشنو وطيفته طبيعي تخلص الفلوس طبيعي يصير عندك عدس طبيعي توقف التمويل للناس وشنو الحل عشان تبقي عندك فلوس أنك تعطيك شق جز من هذه رأس المال بالاستثمار ويصير عندك صناديق حالك حال أي مؤسسة مالية اجتماعية موجودة في الدولة شمعنى التأمينات قاعد تحقق واصل إلى مراحلة مول نفسها بنفسها أنت اليوم الأفكار هذه العقل البشري ما ينضب من توفير هذه الحلول زين أنت شنو الحل اللي وفرته ما في هو مشكلة الإسكان في الكويت هو بالتمويل بس ما في مشكلة بالتنفيذ ما في مشكلة نهائيا لا بالتنفيذ لا بالأراضي ما في عندي مشكلة بالإسكان عندي مشكلة تمويل شون أمول المبالغ هذه الضخمة والخيالية زين شنو الحل حل أستنزف الدولة هم أنا سياسي معارض مسؤول بعد مو شعبوي بس جيب جيب فلوس جيب فلوس هم أراعي ميزانية دولتي شي الحل لازم أجد صيغة مغاربة للواقع تحافظ على ميزانية دولتي تموي لو تحافظ على المؤسسات تعطي خدمة للناس شون أحقق هذا التوافق والتعادل اجتهد بالحلول هذا حل عندك حل قول لي عندي حل جيب الاستشاريين مو توقعوا لي بالملايين مع بيوت استشارية تأخذ عليكم فلوس ملايين وبالنها يعلولها بالأدراج حلولها تبه حلول بعد هذا حل خلين نشتغل بالحل سنة سنتين خلين نجيب أطيا بعياننا من القويتيين خلين بالاقتصاديين يخرجين الجامعات للشباب العقليات خلين نسلموا ما هذه الصناديق ومذلكما يشتغلون بالصناديق التأمينات ومذلكما يشتغلون بالصناديق الاستثمار قاعد يحققون وفورات مالية خلنا يجيب عياننا هنا وخلوا يشتغلون وجيبوا فلوس للمركز هذا وخل عجلة الإسكان تنطلق فإذن ثلاث مراكز ثلاث ملفات بالمخصوص للمعيشة الموضوع إصلاح الغضاء الموضوع الذي يتحرج أو يقف قبل الحديث لا الغضاء عندي يريد نفضه بالقويت صراح القضاء يريد نفض 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 كأنه في حراك حالي المستشار أحمد العجيل صراح عن تكويت اليوم ومن قال لك أزمتنا يعني غاضي مصري ولا غاضي قويتي من قال لك أزمت ما هذا اللي حولهم العيل للنيابة قضاء مصريين ولا قويتيين مو أزمتنا جدي ترى خلال الفهم هذا عندنا هو الوافد هذا يجي يلقى بيه أفاسد يصير فاسد يلقى بيه نظيف يصير نظيف طبيعي حقا شخصا على الوافدين والتكويت وكاشقلي بالمسمى تكويت ما اللي قاعد يبوقون الميزانيات يبوقون السرغات والصناديقة ما اللي قاعد يبوقنا ما كويتيين مثلنا ما لي علاقات عندك أزمة بالنظم بالشفافية بتوزيع الجلسات باختيار وكيل النيابة بالأساس هل أنت اخترت بناء على معايير شفافة أو أنت ماءات اجتماعية ضيقة خلنت تكلم شدي المدخل عشان تكون وكيل النيابة وثم تتحول إلى غاضي ثم تتحول إلى مستشار وتتحول إلى رئيس أنت المدخل شنو هذه نقطة وأنا جاي في هذا الشيء بالتشريع الجاي إن شاء الله من ضمن إصلاحات المؤسسة القضائية يجب أن يكون مدخل التعيين فيها مدخل منضبط قولوا شنون عندي كلية حقوق جامعة الكويت تخرج لي سنويا دفع كويتيين عندهم بكاليريوس حقوق شنو المانع أول خمسين كويتي متفوقين في الدفعة هذه قبول فوري بالنيابة بغض النظر عن انتمائهم لو كلهم من قبيلة وحدة لو كلهم من طائفة وحدة كويتي متفوق حاصل على شهادة معترفية من جامعتي أنا قبول فوري في النيابة شنو المانع بدون مغابلة وبدون اختبار وكل الوظائف هذه بالضرورة ترى ما نتعلمها من خلال اللي درسنا ترى نتعلمها من التجربة وبالعمل مرة ومرتين دخل دورة عندك سنة وخلي يتعلم في مدرس معهد الدراسات الغضائية وخلي الخمسين الثانية في الدفعة قبول فوري بالفتوى التشريع على حسب حاش تكتب خمسين تبين مياه نحطها بالتشريع هدية من الكويتيين هدية من الكويتيين للمؤسسة الغضائية هذه أفضل طلبتنا اللي عندنا كم تحتاج حتاج عدد كذا أول سبعين يروح يصير فيها نصته شريعي يعني أنا أضمن التنافس بين جيل الشباب أضمن أن الشباب ما يصير مكسور إنه ما عنده واسطة أضمن أنه ما يروح لأبوه يقول لي إبا أنت ما بنيت لليوم هذا والد فلان ديش والد فلان ديش أنا ليش ما ديش يأتي يصير الأب مكسور أمام ابنه وبناته إنه ما عنده واسطة إذن أنا ليش أربي عيالي ليش ليش أتعب عليهم ودرسهم دام النتيجة شديدة بينما يصير جو تفائلي ما يصير جو يأس وإحباط لما يصير جو تفائلي وحماس وتنافس ويقنن بتشريع يقنن بتشريع يضبط يصير كل الكويتين يهتمون فيه حتى البنت والولد من كيف يهتم يصير وكالنيابة يصير موظف الفتوى التشريع ما يحتاج وزير ما يحتاج شيخ ما يحتاج متنفذ بجهده وعرقة يتعب ليلة ونهار حتى يتفوق على سميلة حتى يصير قاضي بكرة أنا هنا هذا الألم يروح يصير قاضي شنو أنا داء ونتائج فهمت فهمت وين العلة هنا نحرر القويت من أي انتماء ضيق هنا نبني انتماء حقيقي للوطن والخمسين الثالثة وديها مبعثات ماستر دكتورات تعصير عضاية تدريس وأضمن أنه ما جيني لشاهد مزورة باتر أضمن أضبط العمل بالتشريع قذلك بالغرعة بالضباط والجيش اليوم جاني شيخ زين وقبل بالغرعة بقرة ماتوا الشيخ هذا شي الحل الموت أضبط الغرعة بالتشريع بقانون الشرطة والجيش وروح للمؤسسات الاقتصادية وطالبتنا بالعلوم الإدارية قل لي تعالي اشتغل واشتهد واللي تخرج الخمسين السبعين العوائل ترى يروح يشتغل بالهيئة عامل استثمار هذه الهيئة اللي ما حد يعرف منه موظف فيها ما عمري سمعت شخص عرف موظف فيها ما أدري شون طرق الانتساب فيها شون طرق التوظيف فيها شون ما ندري يعني انت الفكر أنه تمشي على مؤسسات الدولة بتشريع بتشريعات أضبط عملية الغبول والانتساب للمؤسسات هذه دون الحاجة للواسطة ودون الحاجة لتقديم ولااءات وانتماءات لفئة معينة لو كلهم يطلعون لي من فئة أو طايفة أو عائلة وحدة مقبول عندي دامهم كويتين كفاءة متفوقين وبدون لا تخضع المزاجات الاختبارات والمغابلات الوهمية الكذبية هذه اللي يلعب فيها المسؤول على مزاجه على حسب الولاء السياسي لذلك هذا بالتشريع وننتج أنا مجتمع حي متفاعل يعزز الانتمال للمؤسسات يعزز الانتمال للقويت ما حد لا فضل في تعييني ما حد لا دور في تعييني أنا وجهدي وتعبي وخلاصي ومؤسستي الوطنية المخلصة اللي قدمت لي هذه الهدية وبلدي هذا العمل بالنهاية يسود نوع من الغيام التنافسية والأفضلية وصيد خلاص أتعامل مع الكويتي إنه كويتي ما تعامل مع الكويتي إنه قبلي ولا طائفي ولا عائلته ولا ما لدي علاقة فيه ويصير الغاضي قاضي شدي ويصير ضابط ضابط شدي ويصير طبيب طبيب شدي أنا أنتج أنا وهذا دوري اللي جاء الغاضي مقام وشرع أني أحميهم وصول كرامتهم أنه ما يروحون دواوين النواب ولا يروحون دواوين المسؤولين ولا يأخذ نائب يفتر فيه بالوزارات ولا يعقد صفقات المرشح والنائب مع البيوت ومع العوائل ومع الناس أسويكم ضابط وبس أعطوني أصوات هذا الإمتهان هذا الإهانة لمشاعر وكرامات الناس هذه هانة للموارسة الديمقراطية الوطنية هذه هانة لمشاعر الأباء والأمهات لما ارتهن مجموعة من الأصوات عشان أدخل ولدك ولا أدخل بنتك ولا ساعدك في حق يجب أن الدولة أن تصون هذا هنا تنتهي مسألة شنو؟ نائب الخدمات ويبدأ وبالضرورة ينتهي مسألة نائب معارض يبتزك بالاستجوابات عشان يأكل منك معاملات هنا بالضرورة ننتج نائب شنو؟ مشرع ومراقب وسلامتك أنور الفكر مرشح الدائرة الرابعة كل الشكر وكل التوفيق شكرا يا حبيبي وممنون ومشكور لمشاعرك الطيبة وهذه الفرصة اللي أعطيتنا فيه منصتكم الجميلة أسأل الله لعلي الغدير التوفيق ورسالتي لكل كويتي وكويتية تباشروا بالخير بإذن الله والخير يبدأ من بعد الستارة ستارتك أنت لما تروح أنت وضميرك وبلدك تعطي زكاتك لبلدك وتتوكلها أسأل الله مستقبل طيب لابناء أبناء وبراتنا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر